كما دع الناطق الرسمي باسم الحكومة بالرباط أمس دعا المستفيدين السابقين من نظام المساعدات الطبية رميد الذين لم يتوصلوا بعد برقم تسجيلهم في تأمين الإجباري عن المرض دعاهم إلى الاستفسار عن الأمر عبر قنوات التواصل الموضوعة رهن إشارتهم لا مغير ما مرة حكومة عبرت على أنه لم يكن حتى المساس بالمكتسبات التي كانوا يستفدون من الرميد لم يكن الناس التي كانوا يستفدون من الرميد يمشون المستشفيات العمومية ويستفدون من نفس الخدمات التي كانوا يستفدون منها هذا المكتسبات الرميد لا تقش شنو الجديد هو الناس الرميد ما غير يبقوش في هذا النظام اللي نحن متفقين كاملين لمغربة من أعلى هرم الدولة صاحب الجلالة في الخطاب دياله في 2018 يتكلم عن الاختلالات اللي في النظام الرميد الأدنى مواطن يتكلم عن الاختلالات اللي كان في النظام الرميد بأنه النظام ما تيعطيناش واحد العدالة في الولوج للعلاج للأبناء الفقراء دابال اليوم شنو اللي تغير واش حينت هاد الاصلاح اليوم بدكي قبل طريقوه سنقول الرميد مزيان رميد ما مزيانش سنتافقوا بأن الرميد ما كانش كي حقق العدالة لكن هاد الحكومة هادي كانت عندها الجرأة باش تنفد الأجندة الملكية المتعلقة بالاصلاح وتعميم تغطية صحية على عموم المغاربة قلنا ما كان يستفيدوا منه هاد النظام ما زالك يستفيدوا منه في المستشفيات العمومية شنو الجديد؟ الجديد هو تعطت لهم إمكانية أنهم يمشيوا القطع الخاص بحالهم بحال جميع الأجارة وجميع المواطنين وهذا عنده كلفة والكلفة تؤديها الحكومة وتؤديها الدولة موسيقى